كذلك كفل الدستور البحريني ومثاق العمل الوطني حق حصول المواطنين على السكن المناسب تحقيقاً للاستقرار المجتمعي حيث كانت البحرين سباقة في بناء الوحدات السكنية منذ ستينيات القرن الماضي التقرير تاليو سلط ضوء على إنجازات الإسكان عقب صدور مثاق العمل الوطني والتوسع في إنجاز مشاريع إسكانية وتحديث البنى التحتية شرعت وزارة الإسكان منذ بداية تأسيس الدولة البحرينية الحديثة في بناء الوحدات الإسكانية المدعومة للمواطنين حيث تعتبر مدينة عيسى من أوائل المدن الإسكانية في البحرين والخليج العربي فيما شدد ميثاق العمل الوطني على حق المواطن في الحصول على السكن الملائم وجاءت توجيهات جلالة الملك المفد الأخيرة ببناء أربعين ألف وحدة إسكانية لترسخ ما سطرته أحرف ميثاق العمل الوطني وتؤكد على أن راحة المواطن واستقراره هي الأولوية لدى القيادة الرشيدة نحن وزارة الإسكان بصدد عمل برنامج متكامل لخطتنا للأعوام القادمة معززة بتوقيتات والتدفقات المالية وأيضا مؤشرة أداء ورح طبعا هذه نعرض عليهم في المستقبل وتسارعت خطى وزارة الإسكان خلال الأعوام الماضية في إنشاء الوحدات السكنية حيث أطلقت العديد من المشاريع لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوحدات أن كل مشاريع تسير على الخطط وعلى البرامج المعدة وأيضا التوقيتات وإن كان أمانة هناك بعض المشاريع التي عانت من تأخير نسبي وهذه راجع لأسباب إجرائية وفنية ولكن لا الحمد أطلعناهم أننا تجاوزنا هذه الأمور ومعض المشاريع تسير وفق التوقيتات وتسير بسلاسة والدليل والشواهد كثيرة على ذلك كما ويعتبر قانون الإسكان الأخير أحد أبرز معالم المرحلة المقبلة في تقديم تلك الخدمة حيث أخذ القانون بعين الاعتبار الظروف المتغيرة عالميا لتبقى البحرين منارة في تقديم كل ما من شأنه تحقيق استقرار وراحة المواطنين وفي هذا أشان أكد الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية المهندس سامي عبدالله بوهزاع أن وزارة الإسكان ترجمت ما جاء في الميثاق خلال السنوات الماضية عبر توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بوهزاع وفي اتصال هتفي خلال ناشط سابقة قال إن وزارة الإسكان ومن خلال المنجزات التي تحققت للمملكة حرصت على تلبية المتطلبات من خلال مشاريع متطورة ومواكبة للإحتياجات طبعا تماشي مع ما تضمنه نساق العمل الوطني من كفالة حصول مواطني مملكة البحرين على السكت المناسب وكذلك مع التوجهات السامية ببناء 40 ألف واحدة سكنية في مختلف المخافضات شرعة الوزارة في وضع خطة طموحة للتنفيذ هذا التوجه هذه الخطة تقوم بشكل أساسي على بناء خمس مدن جديدة في كافة المخافضات ابتداء من المدينة الشمالية وشرق الحد ومدينة شرك سطرة واسكان المحافظة الجنوب وانتهاءا بمشروع الرملي لسكان طبعا إضافتين لهذا المشاريع ومشاريع المدن الاسكانية الجديدة بتواصل الوزارة في خطة بناء المجمعات السكنية في كافة المحافظات وكذلك في بناء امتدادات للقرى كذلك في كافة المحافظات وطبعا ترجمة كذلك لكذلك التوجه قامت الحكومة الموقرة بإدراج 25 ألف واحدة سكنية ضمن برنامج عمل حكومة للأعوام الأربعة القادمة طبعا هذه الوحدات بتكون وحدات مع كافة خدمات البنية التحتية المطلوبة وستسلم إن شاء الله إلى المواطنين في أقرب فرصة ممكنة بعد استكمال هذه المشاريع ترجمة نانسي قنقر